اشتركوا في القناة ويتعرض اكيد لبعض الكآبة ببعض الحالات اللي بيمرق فيها مثل اي انسان وبتكون ردة الفعل اكتر من اي انساس تاني ما عنده احساس مرهف بس اللي عنده احساس مرهف من دون اي مشاكل اللي بيقدر يتعطى مع الامور وبيتدرب كيف تعطى مع الامور ويشغل احساسه وبس للاجيبية هو شخص ربحان ومربح اللي حواليه كمان وجوده وهو شخص محبوب كتير السئة فيه بتكون تنحط بمحلة فيكن تسلموه المهام ويقوم فيه على اكمل وجه وفيكن من نفس الوقت كمان تتكلو عليه بكتير من الامور اكيد عنده خصوصياته عنده المديتيشن اللي يعملها بشكل يومي اكيد هذا الشي مش غلط ابدا ولكن نعرف نتعامل معه طيب كل هيدا الاحساس المرهفة انا عم بحكي عنه هلأ رح انتقل لشخص ما عنده واحد بالمية منه يعني اكيد هو مش بين الخمستاعش للعشرين بالمية اللي انا كده عم يذكرهم بالاحصاءات اللي صارت انا انا بارحة لقت تكلت على جوني بعتلي مسيج لو لو عيت انا مضبوط وجيد جونكين بعده نايم لها الماضي خلينا نروح على يوتيوب اول مرة بتتكل فيه عليك بحياتي هو السؤال اللي بينسأل هو السؤال اللي بينسأل حدا انو بيطلب من حدا يوحيي عالثمانة عالستة بقيتلي واتساب وحييك شو انا بروح لق بحفد ولاد ببعتهم عالنهار احد ما في ولاد بياخدهم عالمدرسة ستة شو بدي يوحييني طيب ستة كدلك واحدة السنة هيك صار عم بحضر كوين اوف ساوث عم تحضرين اه لا بس بدي احضره يعني فيه هاي نصيحتي لالكن هيدا سيريز حلو كتير كوين اوف ساوث مهضوم ممثل اشاطرة كتير هو عالمخدرات تجارة المخدرات ولكن بتصور فيها شي من والممثلين الكاست كتير بالانجليزية في ترجمة لكل اللغات في الترنسي في انجليزي في عربي بس انه يتابع الاحداث لحد هلأ في سيزن وان سيزن تو سيزن تري تقريبا صاروا باخرة يعني بعد فيه كم حلقة لا تكتمل ما كنتم فكرة كتتحب السيريز عم بتفاجئني اه لا بلا طبعا احب المسلسلات كتت اكتر وهلأ قلبت على السيريز انجليزة اكتر اه لا من زمين بحضر اكيد عندي ريبرتوار كبير يعني اذا بدك بدك نعمل حلقة عن السيريز اكيد لا اريكتر عم بتعدى على الشلق غيضة بصير في عنا منفوت لا لا انه هلأ ننسى انت اليوم شو محضر اليوم قبل قبل الاحساس المرهف انت بتتعامل مع اشخاص عندهم احساس مرهف يعني عنده احساس بكون زايد عن نزوم اللي بيقولك او قال عنده حاسية سيتسي يعني هلأد شخصة بيحس بغيره بيحس بحاله الامور بتأثر فيه اكتر ما بتأثر بغيره اكيد بتعامل مع هيك بتعرف تتحب هيك عالم ما بتحب هيك عالم تبقوم قوم خير قوم انا عندي حاسية سيتسي هلا ذالذي كم هذا المبور اليوم إن نحكي على يوتوب في شي تعرف عنا بنحكي في عندك اواني فيديو Mut maravil انت بتشوف الفيديو تشوف يعني فيا عندك عم تحكي عن المسيقع فيك تحذر عن حدا يحضر اكل فيك تحذر كل شي في عندك شي على يوتوب كتير مهدوم اسمه اسمه Daily Dose Daily Dose of Internes كل يوم بنزيل فيديو عن كل الفيديوز اللي نزلوا على يوتوب أو نازله على انستر رام او مواقع التواصل الاجتماعي لكي بنجب هاي افيدات كيف بيعمل لك يون بثلاثة دقايق تحضر انت الفيديو بتشوف كل شي روحت عليك بدك تقول بالانترنت يلا which is very good انا اليتا بيحتلك الفيديو حطينا معنا ثلاثة فيديو هو الفيديو طوله ثلاث دقايق حطينا ثلاثة فيديو معنا لنشوف شو صار ديس ويك بالانترنت يا اوف؟ بيعرف كل شي؟ كل شي بتعرف طيب بعتلي يون وطيب هلا بعتلك يون نبلش باول فيديو موسيقى 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 This is a polarizing filter which is used by photographers to remove reflections from surfaces such as glass and water يمكن أن يحصل على رفلكتش من مزيد من منطقة البلدية مثل سوية أو سوية أو حتى سوية هناك سوية سيارة يجب أن تساعد على سيارة المتابعة سوية أو تساعد على سيارة والذي سيارة يجب أن تساعد على سيارة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر These ducks were rescued after they spent their entire lives trapped inside a house. They have never seen a large body of water until now. The ducks actually refused to go in the water until volunteers started throwing them in. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر قربت طويلر 的 Bleib rozmari قال هلا هيا مرحبا 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 فراخسب م Leo مرحبا 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 يعني يمكن شفتوا الفيديوز شوي ما بيشبه بعضهم قالوا علاقة ببعضهم ولكن هاو دي الفيديوز كانوا جمعوا اخبار الاسبوع كله بهيدا الفيديو اللي شفناه مثلا الهلا البط اللي خلصوه من المزرعة يعني هلا ان احنا شفنا البط كتا عم خبرك هلا عاتيني فيديو راح نحكيكم نفسر لكم يعني احنا وعم نحضر الفيديو لانه هو بيفسرلك الزلم انت وعم تسمعه بسود بيكون واط شوي يعني اللي شفناه ان احنا كنوا مزروبين كل حياتهم بمزرعة ما بحياتهم شايفين ماي ما بحيات شايفين ليك بقى اخدوا جربوا يحطون بالليك ما قدروا يحطون بقى صاروا يحملون خافوا من الماء صاروا يحملون ويكبون بالماء اللي يتعودوا عليها متل اخر فيديو وحضرناه طبع الفليم هادي عم استعمل كامل 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 لتطلع الفليم خضرة اوكي في عندكم حضرنا بالطايوان صار في عنا ايرشكويك كتير كبير راح عدد وفايات كتير كبير وعنجا تصار في تنامي من بعده عمل كاويروس شفنا الفيديو تابعه نحنا هول فيديوز جرزيف ما خصونوا ببعض كلهم نحنا جامعين ترنديدنق القصص ترنديدنق على الفيديوز اللي صارت هالأسبوع اللي صارت هالأسبوع هيدا الحلو فيه يعني بتشوف شايف اللي بساني اللي حاب تعمل شو اسموه اللي بساني سكيت بورد اللي بساني اللي بتحب تعمل سكيت بورد اول فيديو وحضرناه طبع المخدية هو اللي مخدية من ماربل يعني عم ينحطوا من الزلمي من ماربل ايه يعني بتشوفون ما بتفاجأك لانه المخدية مبينة عادة طبيعية خاصية من ماربل يعني وهيدا الفيديو طبع الماربل واسباري ترنديدنق ديسويك على الانترنت يعني كل الناس عاملوا بلوشير ما ننبلش بتاني فيديو راحنا عملكون تعليق انا وجوزيف بايش مع بعض هوني عم نحضر الفيديو الزلمي عم يعمل كاياك قطع عليه الاكتوبوس ضربه هوني فينا نحطة لورد سكرين بليز لانه نظر ضعيف عالعمر هوني عم نحضر هوني بايكينج تريل هدا وانه دموست دينجرس بايكينج تريل ان عمل بالعالم طلعوا اين عم يعمل بايك يعني شو صاير عليه يعني انو ابطر يعني مفهمت انا بلاقيه هوني عالدانشور طيب بس انو هيك لا هيوية حلوة هي واذا وقع بيوقع بالماء طيب خير هيوية حلوة البايكينج اكيد بس انو ضروري عالحف يعني هوني عم بيعلمك يعني عالانترنت حكي عندك فيديو استقليم كمان بيعلمك لا تفتح اللوك اذا لا سمع حلق ما عم نعلم السرقة ولا عم نشجعه ملك اوقات ضياط المفتاح ما بدك تعريف هوني بيعلمك تسرق خزينة الماء هوني بيعلمك هوني بيعلمك درايتوي كيف تفتح اللوك هلفت كيف؟ خوف ادي هيني وحتى ما شد يعني هوني تبريك دانسينج عندك بيروشا بيعملوا هالبريك دانسينج بشوف يعني الموفز طبعه على اجريه وهنا عم نشوف نحن الفيديوز داتور ترننج دسوك هيدا ألعا تصوريت بنقول بالدرون بفرجيك نباطيني سرايب هي هوني تبريك درايتوي ما حدا يعني ما تتواصلوا عليها الناس واكتشفوا هلأ هولي النيو ارتفاكت جديد بالصحراء وطلع دادة ياروال بريزورت وكيف حافرين يعني بالجبل عاملين التمبل طبعون شفت شقفية الجبل نحط ونصه وعملوا مايلي التمبل مايلي التمبل تاني هيدا رسمة عاملينة تعرف نحنا عنا الرسمات كنن نحنا وصغار نجيبهم ومتبرمهم ويطلع لك رسمة هيك رسمة هيك هيدا ثلاثة رسمات بيطلع لك اوكي هاي اللي صغيرا هولي كل على الفيديو اذا نشوفهم ترنن كانوا على الأسبوع هولي كل ترنن داتور دسويك اوكي كيف هون عم بفرجيك الديب سي نحنا بعد التارف يقولك مش مكتشفين اكتر من 30 بالمية من البحر دايما في عندك نيو سبيشيز عم يطلعوا بالبحر عم يكتشفون جمعة بعد جمعة هاي شوه هلق مع الروفرس هيدا حيوان بدك تقول مثل الاوكتوبوس it's between an octopus and a fish بالايدان اللي عنده هون طلع كيف هولي بيأكل هوني حاطين الفرجوك قدي قوية المتار وقتا يحطوا قديموا الصوت تبعا ليشابون وقتا يحطوا قديموا شي كيف بيعمل الفاك هوني البيتزا طلع كيف بيعمل العجينة تبعها لكل وحدة هيدا عم بتشوف هوني it's متل هولوغرام شفت كيف مبيان 4D يعني بتشوف كأنه عايش عندك الزلم صحيح يعني هو اللي متل ما عامل لك رح تلاقوا الفيديوز ما خصوا نبعات بس عن جد عم تاخدوا أنا بحب أحضرهم يعني يعني نسويك بأحضرهم يعني هي كانوا كل شي فلا كي شي صار الأسبوع ما بتقفي كل شي والحلو أنه الزلمة لدرجة أنه في فيديوز بينزلوا بعد فترة بتشوفهم صوروا ترنينج أنا لقي الطريقة لكان خلاص ما بداشين احنا يعني منتفق مع هالزلمة منجيب فيديوز ومنرتاح من جون mmmm يلا يلا طيري جزيف нет يلا نحن ما بقنا بك ؟ من اكتع بيديوز من اكتع بيديوز من اكتع بيديوز من اكتع بيديوز يلا 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 افع يلا يلا جميع ESE His company developed a speed bump filled with non-newtonian fluid If a car is moving at the appropriate speed limit the car will travel right over it without very much disturbance If a car is travelling too fast the liquid hardens and becomes an obstacle Unfortunately it doesn't look like this was a very good idea لأن الشركة الآن مجدداً شو يصير إذا بزيت مقلة بتحط نايتروجين نايتروجين هيدا صح ايه بيبين يعني شفتها قدي هيدا سمكة كمان إلنا جديدة تعرفوا الإيل بتجي إيل بتجي مثل الحية هيدا القلبر إيل بتجي عنده من قدام مثل نافخ تمه مثل ما عم نحكي تبع السمك اللي منشوفون بالبحر ودايماً في عنده حتى بهذا ديلي دوسو في التنات عنده ديماً مثل شي بيحطة عن الحيوانات شي جديد يعني صح ما بيبين عندني شفت كيف بيغير شكله ما حبيتها ما حبيتها هالسمكة هيدك أحلى هيدك هيدك هنا عم بتشوف أعلى بالانسوار بالعالم بدنا نقول شوف أده بتعمله أعلى بالانسوار أده عالي يعني عالي هون عندك إتس نيو كايند اف هول الميجوز بيسمون شوف تشكرون هول كتير مسمين يعني بري دينجرس بتعرف انه إذا عقصتك بتصير تحك بتعمل حمرار وبتعمل التهيب بالجلد حمرار والتهيب هون عم بتشوف واحدة عم تعمل باينتنج على الـ تعرف هذا الماسك نحنا نلمسه بطلع كيف تعمل باينتنج 3D هي وليبس الماسك شوف تقدي حلوين يعني بتبروم بتعمل يعني هيدا الـ المشهور كتير هي بتدهنن 3D يعني انت بيصير فيك تفوت تمشي بالـ هون الماء عم نفرجيك أعداد هيدا جبل تحت الماء شوف قدي في عندك إتس كريستيل كتير الماء فوقك وقدي للطبيعة هون في عندك هيدا إتس فروج هاي بسمي يمكن ما بعيد يعني في كتير فروج صح هون عم بيفرجيك التيارة قدي السرعة تبعها بتكون هي وطايرة يعني احنا بنكون قاعدين بالتيارة منلاقيها بطيئة هون عم بيفرجيك قدي السرعة تبعها بيشوفها البايلت تشق الغيوم تشق الغيوم معك حق يعني بتعرف مهضومين كتير الفيديوز دائما نجيب لنا منهم لأنه هيك بلخصولنا كل شي من الأسبوع بس هيك زي أنا بوفر على حال الشغل كبير بس ببعتها لا كويس تانكيو لألك جون ولو نحنا بعد في عنا على غير موجي يعني شو اليوم شارل أزنبور اوه أكيد تريبيوت له ومالفعل خسرنا عملاق من عمالقة الفن الفرنسي صح والعالمي جاهز شاف بلش تطلع والطبق صار جاهز ايه بلش بدي عملا نعبر له لجون عن ما حبتنا فينا نضيفه لجون وبنضيف لحاله جون بقوه بخوت جون لكن تضيف لحاله نحن ويكون عند الشيف محمد رشد اللي راح تحية جديد لكل مشاهدين أول طبق حلو صار جاهز حضرنا العجينة العسمالية وحطينا بقلبها الفستق والكاجو مع القطر السميك شوي ودخلناه على درجة حرارة 180 لمدة ربع ساعة بتطلع بهالشكل هيدا بها الوقت راح بلش اعمل حضر الدجاج الخاص بهالمندي لانه بده وقت زيادة لازم نحضره ونحطه بالفرون واخر الفقرة بنعم والارز حطينا الفخاد قطعتهم بهالشكل فاخدوا والصدر فينا نحط راح نضيف عليهم رب البندورة معلقة ونص كبيرة راح نضيف لبن كوب لبن راح نضيف عصرة حامد صغيرة شي بسيط من الخل مقدار معلقة راح نحط ملح رشة بهار أبيض رشة صغيرة بهار ماندي بقلبه البابريكا الحلوة الحمرة رشة وزيت زيتون مقدار معلقتين كبار نخلطهم مع بعض وصنية على درجة حرارة بهالشكل راح انا على الرز من هلأ تقريبا لساعة رز بسمتي الحبة الكبيرة وحضر له حفوت على الفرن هلأ تجاهد بوقت تقريبا بده نصف ساعة بيكون صار جاهز نخلطه مع بعض صرنا شفنا كيف صارت اخذت بعضها كلها الخلطة فإذن رفب البنادورة ملح بهار لبن خل حامد وابهار الماندي على فرن درجة حرارة 180 لمتا مدة نص ساعة بيكون صار جاهزين رح لأرجع لعندك جوزاف وكمان عم حضر لك تانكيو شف لألك يعني أنا بدي أتشكر ديب يوسف ديب يوسف خواطر اللي تكتبها كتير حلوة وخاصة على صفحة الانستغرام الخاصة فيك واللي بتكتبوا هيك بمؤثر لفتني شي كذبتو كنا نخاف منه لهذاك المرض صرنا أقوى منه بدحكة بأمل بوقفة حب حد كل مين عم بيواجه السرطان حد كل شخص خسر شعره أو صبية خسرت قوته حد كل شخص خسر عزيمته وتملك قلبه اليأس رح ننتصر عليه رح نكون أخبث منه ونهزمه لأنه المرض الخبيث لما بيملكنا وبيجر بيوقعنا رح نقل له أنه منملك قوة الله اللي معه ما ممكن نوقع طبعا تحيي لألك يا ديبيوسيف لكل الخواطر لكل المواضيع اللي بتكتبها وتنكيو على هالوقفة حد كل شخص عنده هالمشكلة وإن شاء الله ما تبطل المشكلة لأنه نفسيا فينا نواجه المرض وننتصر عليه مثل ما هلأ مشال حاجة اللي عم تعمل ما ترح ما هي موجودة ولكن لازم نساعدها لتقوى أكتر وأكتر وتحس إنه لكل حده وترجع لنا بالسلامة بريك ونرجع للمتابعة